طيب ما شاء الله دي مي حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا اللي شاكين في علاقة سلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تسرعت يا حمل الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة غلطة يعني انت اللي في القلب في عمين قصدي ممكن تكونوا غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هفوة. لاني شايفة شايفة الطاقة كويسة جدا. الطاقة اسرة سعيدة. اه الناس اللي لسه ما طاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. اه الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام. اه يعني بالراحة عليه شوية يا حمل. اه لانه واضح ان انت تسرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي. انت شايفه حبيب رجوع شخص حبيب يعني بتحبه. شخص عزيز عليك جدا. شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة. هنبتدي فرص جديدة لعل اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عملكه ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي هنبتدي نبتدي فرص ان شاء الله لبعد. وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي. تسمعوا خبر حلو. وفيه شمس بتطلع نجاح. العلاقة بازن الله نجحة. وفيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسا جدا. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل. انها هفوة. يعني عاديها. عاديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود بيها انوابة لعمك خالص. لأ. الشريك اه. لأ الشريك بيحبك. ماه في المينة? ماه في المينة? طيب. تعالوا نشوف. فعنشوفين المدموعات التانية. وولاك كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالنسبة النهاردة. للقراءة الخاصة لمجاناها. بص يا منا. ممكن تكون علاقة قديمة. بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض. ممكن تكون قديمة. احتمال. مرسيا صحر قوي قوي. اسلاميلي يا روحي. بازن الله. ميك اف ارتس تزوزو. كلاما فصح قوي. بشكرك يا ام خالد. حاج محمد اسلاميلي بشكرك. بازن الله. بازن الله. بازن الله حبيبتي. كل الخير ان شاء الله ليكون. سنجل صارة لو انتي سنجل. انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الاشهر ده. فيه شخص هيظهر. ان شاء الله. او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل. شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروع. ايه الكلام الحلو ده. اسلاميلي. طيب. انا نشوفها المجموعة الثانية. بسم الله الرحمن الحين. عندك حيرة جمدة يا حمل. حيرة من حكتين. في حكتين من حيارينا. مش حكة واحدة. حكتين. جميل. جميل جدا. طيب. The star. The star النجم هي طاقة ايجابية. كويسة عندك طاقة ايجابية معقولة جدا. معقولة جدا مش بطلة خالص. فيها يسا عندك حيرة شوي. يعني انت محتار مش عارف تقفين يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك. الحيرة دي تعبتك. تعبتك يعني تعبتك بسمانيا حتى انهاكتك. يعني ليه كده. لا عندك حيرة جمدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبزل مجهود حاجة ومركز فيها جامد جدا جدا جدا. بديها كل طاقتك. انما فيش مردود. يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل. او زي ما انت عايز. مش عارف الموضوع ده عمليا يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الاسرية ولا في حياتك العطفية. الحتة دي. لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحياة الشهر ده. هي عاملك انهيار برج. انهيار البرج ده. انهيار لاسلوب او انهيار لمعتقد لاحساس معين انت عايش بيه بقى لك فترة. حينهار. هيبتدي ينهار. يا اما هو ينهار يوقل واحده. يا اما انت اللي هتهده بيدك. يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه. محدش مقدر اللي انا بعمله. ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا. طيب انا مش هعمل حاجه خالص. وهتبطل تدي وهتبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي. اهو. 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 زعلان متضايق ومستني حق اراضيك ونغمس في ذاتك. اه. يمكن يكلمى الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يراضوك او يخففو عنك. اه. انا شايف ان دي تفريخ شحنة بقى. انا مش عارفها دي خنائه بقى حاطة انن بقى فيها. اهو. اهو. حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات زي ما تقولوا انا شايف انت حالة تفلغ ان انت بتفرق الطاقة الجواك او التلام اللي انت كنت استحمله فترة طويلة هتطلعه في الوقت ده عشان ترتاح هتري تمزق قيادة بقى هتمزق قيادته الامور ودي افتكر انت هتمزق قيادة حياتك بقى انت اللي هتمشي حياتك بقى انا يعني هيبقى فيه تغيير لا فيه واضح ان هيصل تغيير عندك في الحياة في نمط حياتك جدا انت اللي هتاخد الكنترول وشايف اقاني حيرة من امر ما بس افتكر الحيرة دي تخص الحالة مادية انت عايز تعتمد عنافسك مادية لو الناس اااااهم لو الناس اللي انت متضاق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول الناس دي انت مере بيهم مادية او حياتكم المادية مانطبطة ببعض هتبتدي تبقى عايز تعتمد عن نفسك مدان علشان تبقى فيغين عنهم تماما فيه هنا قدامي كمان دي انا بقول ايه دي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله مش مش شرط ان احنا نسايف ريال من نوح المكان يعني زي ما انا عملت مسلا انا ديتلي نفسي يوم الجمعة ده خلاص اجازة عامل فيه انا عايزة بقى لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات قفلت كل حاجة واجازة راحة ترتاح كافئ نفسك بحاجة اخرج مع صحابك اخرج مع صحابك اروح اشتري حاجة كافئ نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة الناس اللي على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي الشكل فيه خطوبة الكارد ده كمان معناها خطوبة بعدها فيه مغامرة بقى هفيه احساس بالمغامرة ليه ده الاثنين بقى للمرتبطين او لغير المرتبطين افتكر الاجازة اللي انت حتعملها دي هتهديك يا حمل انت محتاج الموضوع ده انت اسموك حمل لانك انت حمول بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو بتهدي بقى الدنيا تروح هادد المعبد خالص بس ده من كتر ما انت متشبع بالدسابوينت من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو لو ما لقيتش تقدير من الناحية الثانية زي ما قلت لكم الأجازة دي هترفع من روحك المعنوية جدا كارت بقى ستشمس تطلع تبتدي بقى روح المعنوية كعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله نفس القراءة هتنطبق على الناس اللي هيصل عندهم قطوبة هيبقوا حاسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا نستيعيهم ان شاء الله ربنا تنملكوا على ألف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو مال مدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجع مفيش منها تقدير فتعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جثمانين محتاج راحة وكيز ارتاح ويحمل شوية حاوله تنام شوية هيقرر انهيار تقريبا حسن انهيار ده انت اللي بتهده بايدك يحمل هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسطوبك معهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حالة تانية خالص زعلانه من غمز في ذاتك افتكر هتبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني يصلحوك او يفهموا مالك انت هيبقى ردك عنيف جدا وحيبقى فيه خناقاتك ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبتدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شبه بعض شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو انت تعتمد عن نفسك مادية فيه خطوبة شايفاء للناس اللي في مرحلة التعارف دلوقتي بإذن الله ربنات الملكه على خير بعدها فيه مرحلة يعني تفائل ومغامرة احساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي مش مقبلين عن الموضوع ده انت هتاخد اجازة وانت تستحقاها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وحتى عن الصحاب اللي بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع الصحابه والموضوع ده بيريحه نفسيا بيز قضيه مع صحابك الصحاب اللي بيحب